المنظمة العربية وكان له دور بارز في التواصل مع هواي وإقادة التنظيمات المتطرفة على مستوى المنطقة قد يظن أحد في الحكومة القطرية أن تهمة الإرهاب قد تسقط يوما بتقادم الزمن أو قد يظن متنفذ حكومي أن جرائمه ودعمه للقتلة والإرهابيين قد تمحوها حفنات من أموال مشبوهة وقد يتماد آخر ويظن بأن لا سلطة فوق الإرهاب وقادته في الدوحة ولكن يا للخيبة عندما يكتشف أن كل جرائمه موثقة وكل الدماء التي سالت وتسيل معلقة في رقبته تطارده حتى يمتثل أمام القضاء الصادم أكثر هو القادم على حين غره عندما يكتشف الزائر القطري إلى ألمانيا عبدالله بن خالد الثاني كسائح قد يتسع وقته للقاء أحد الإرهابيين كما فعل لسنوات طويلة ليكتشف أن المنظمات الدولية والحقوقية تلاحقه وتطالب الحكومات بالقبض عليه ربما يعيحينها حجم الجرائم التي اقترفها بدم بارد فقد طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا من السلطات الألمانية سرعة القبض على عبدالله بن خالد الثاني بسبب وجوده حاليا على أراضيها وتقديمه للمحاكمة بتهمة الإرهاب بسبب كم العمليات الإرهابية التي قام بها والإرهابيين الذين دعمهم بالمال والسلاح ووفر لهم الملاذات الآمنة في الدوحة الإرهاب ليس من ينفذ الإرهاب فحسب بل من يخطط له ويموله والأخطر من ذلك عندما تلعب هذا الدور دولة بكامل أجهزتها وأدواتها الاستخباراتية والأمنية فقد تولى عبدالله بن خالد الثاني عدة مناصب في النظام القطري منها وزير الأوقاف والشؤون الدينية ووزير الدولة ووزير الداخلية واستخدم كل هذه المناصب والسلطة في الدولة لدعم الإرهابيين وعلى رأسهم تنظيم القاعدة الإرهابي وتحديدا خالد شيخ محمد العقل المدبر لحادثة الحادي عشر من سبتمبر الشهيرة لم يكتف الإرهابي عبدالله بن خالد الثاني بدعم وتمويل خالد شيخ محمد ورفقائه الإرهابيين بل تستر عليهم بعد تنفيذ العملية وقام بتوفير ملاذ آمن لهم ووظائف يقتاتون منها ودولة يحتمون بها